تبدو الساعات قصيرة التي تسبق الإعلان عن كابينة الرئيس المكلف محمد توفيق علاو الوزارية أمام البرلمان التي سيقدمها أمام البرلمان تظهر في الأفق محاولات أمريكية لم تعد ذات شأن للتأثير في المشهد العراقي الذي يبدو وقد صار ملكا صرفا لإيران نتابع نفوذ أو تدخل أو تمترس في القلعة السياسية العراقية ثلاثة احتمالات جائزة في يد الإدارة الأمريكية المفاتيح الأمريكية التي تخول لها أن تطل برأسها في كل صولة وجولة عراقية تحمل تفسيرات ثابتة في الوسط العراقي سيما عن الرئاسات الثلاث في بغداد تقف حائرة اليوم للخروج من الأزمة ومن جديد تغضب أمريكا للعنف المفرط بحق المتظاهرين في الساحات العراقية من هذه النافذة توجه الولايات المتحدة رسائل رسمية لرئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان لكن الحكومة الآن في طور التشكل والبرلمان في طور الانتظار للانتخاب أو الاشتباك العملي مع حكومة علاوي والعمل على لزوم ما يلزم من محاولة تهديئة الشارع الغاضب هذا التدخل الأمريكي الذي يدخل من نافذة النصح والتوجيه لإنهاء أشكال العنف أو كما وصفته السفارة الأمريكية بالإجرام ضد العراقيين والتنديد باستخدام بنادق الصيد ضد المتظاهرين يفسر بالواقع السياسي على أنه خوف من التأثير على تشكيل الطقوس السياسية والضغط على الحكومة العراقية المقبلة للتعاون الأمريكي مع إدارة محمد توفيق علاوي الجديدة جزء من مشكلتنا نحن العراقيين الآن واذا الصراع الأمريكي الإيراني على العراق ونحن ندفع ثمنه كعراقيين الصورة الأكثر وضوحا تظهر بتفسير المتابعة الأمريكية على أنها عودة لإقصاء إيران من المشهد السياسي العراقي وبالتالي عودة المبارزة السياسية أو في أسوأ الحالات عودة المبارزة العسكرية على الأرض العراقية مع كل هذه التفسيرات يبقى العنف ضد المتظاهرين مثال قلق واسع للصعيد المحلي والأقليمي والدولي سيما أن جماعة تراها أمريكا كامتداد لإيران تتورط في انتهاكات ضد المتظاهرين وتزيد التأزم أكثر وأكثر وهو التفسير الأكثر منطقية نظر لإراقة الدم المستمر في الساحات والتي لفتت انتباه منظمة العفو الدولي أيضا فيما يجري من قتل ومشاهد بشعة تحذير المنظمة يدعم التفسير الأمريكي بأن ما يحدث أيضا مرده إيراني الصنع إذن هي صناعة أمريكية أو إيرانية لكنها في النهاية خراب للمستقبل العراقي أستاذ أحمد أحييك مرة ثانية وأسألك حقيقة حيال هذا المعادلة التي انتهى إليها التقرير صناعة أمريكية أو إيرانية والخاسر في كل أحوال هو العراق وأهله لماذا هذه المعادلة التي تبدو ظالمة؟ طبعا لنكن واقعيين لا يمكن أن نحصر التدخل الخارجي الدولي في العراق فقط الكثير من الدول القلقة هناك تدخل خارجي يعمل على تمشية أمورها يعني اليوم في أوكرانيا والقرن هناك روسيا وهناك تدخلات أوروبية وأمريكية في رواتب الحكومة الفلسطينية بغية التسوية مع إسرائيل وهناك كثير من الأمور يعني هناك القواعد الأمريكية في دول الخليج فلهذا نحن ضمن هذا المناخ المتوتر ضمن هذا المناخ القلق فلهذا تسترع علينا الإدارتين إدارة واشنطن وإدارة طهران في العراق فهذا أمر طبيعي جدا ما ينقصنا اليوم هو وجود الإرادة الوطنية لدى السياسي العراقي مشكلة السياسي العراقي الحاكم بين قوسيا هو أنه لا يمتلك إرادة وطنية لأنه ينطلق من خلفيات عقدية أو عقائدية تجعله يرى المصلحة الطائفية أهم من المصلحة الوطنية ويا عقائد كان ينظر للمصلحة الطائفية فقط لعله كان يخدم أبناء طائفته هذا صحيح ما تفضلت إليه يعني هذه إشارة بهم أستاذ أحمد عذرا لمقاطعتك يعني من ينهب يعني مثلما ذهبت من ينهب أموال أبناء طائفته هل يمكن له أن يكون ذات مرة أو من ينهب وطنه هل يمكن أن يكون على ذرة من الانتماء الوطني وبالتالي من الطبيعي أن يجد ذراع تحميه يعني هناك من يجد في جانب الإيراني ذريعة تحميه مقابل الشراكة بالنهب ثم في الجانب الآخر من يقيم المعادلة ذاتها وبالتالي المنهوب في كل أحوال العراق كوطن كمعنى والمواطن كمستقبل وحاضر أيضا نعم أستاذ علي يعني تتعرف خلكوا الواقعي نحن أمثال الأفكار الرومانسية المثالية أنت أستاذنا وأنت من يعني خليتنا نكون واقعيين صراحة من خلال التلمذة على كتاباتك ومتابعتك حادثة المطار التي صارت في كانون الثاني الماضي تخيل منع السيد قاسم سليماني هم العلمانيون الإيرانيون المعارضون للنظام يعتبرون أنه السيد سليماني كان قائدا قوميا وطنيا لبلادهم هم يختلفون مع النظام لكن مع جوهر الأهداف للجمهورية الإسلامية في إيران بغض النظر عن التسمية الإسلامية هم يقفون معها هذا واحد اثنيا الأمريكان أيضا عندهم هوية مشتركة ينطلقون من خلالها لكن هذه الملة التي تحكم العراق سواء كانت كردًا سنةً وشيعةً من الساسر الله حقك يعني ملة عجيبة حقيقة ملة عجيبة يعني يصعب معها الوصف من أي نتاج يعني يعني هم يعتلون المناصب السياسية الرئاسية ويدعون تارةً ثقافةً طائفية سواء سنةً أم شيعة وتارةً يدعون ثقافةً انفصالية كالأخوة الكرد في رئاسة الجمهورية وما حدث في استفتاء كردستان حول الاستقلال فنحن أمام مأزق حقيقي أمام مأزق حيال فهم الوطنية لهذه الملة لكن هذه الملة يعني صراحةً هناك تفاؤل بإزاحتها هذا التفاؤل لعكس الوعي الوطني الذي يجسده الشباب في سوح الاحتجاجات أتمنى كل ما أتمنى ويتمنى الآخرون أيضاً أن تكون هناك انتخابات مبكرة وهناك مشاركة فعالية لهذا الوعي الوطني في الشارع لإزاحة هؤلاء حقيقة ما تقوله مهم جداً يعني هناك برنامج لحكومة مؤقتة أهم أولويات هذا البرنامج هو الانتخابات المؤقتة لنفترض أن هذه الحكومة ستمر وفعلاً ستلتزم بالانتخابات المبكرة وأنت تقول أن فرصة الإطاحة بهذه الملة التي تحكمنا وهذه فرصة ممكنة عبر الانتخابات المبكرة هل هذا السيناريو واقعي؟ طبعاً حكومة السيد توفيق علاوي ستكون حكومة تهدئة الأوضاع لحين إجراء الانتخابات المبكرة وعلينا أن لا نعول عليها كثيراً في الخدمات والأمين والتعينات وإصلاح اقتصادي حكومة ستسير إلى البلاد نحو الهدوء وإنتاج انتخابات مبكرة للمجيء بشخصيات جديدة المشكلة صراحة هي مشكلة أيضاً جدلية بالشارع العراقي الشارع العراقي أيضاً يتحمل وزر المقاطعة الانتخابية نتيجة اليأس هذه المقاطعة الانتخابية جعلت القوة الحاكمة ترتاح لأنه شعبية القوة الحاكمة وجمهور القوة الحاكمة هو فقط من يشارك إنما المعارضين ليست المقاطعة استاذ أحمد هي السبب استاذ أحمد ليست المقاطعة ليست المقاطعة هي السبب يعني نحن نعرف تماماً أن التزوير والانقلاب على نتائج الانتخابات هو السائد هذا الانقلاب على نتائج الانتخابات وهو ما حصل في عام 2010 في عام 2014 التزوير بلغ أعلاه وفي حتى عام 2018 التزوير والانقلاب على نتائج بلغ الأعلى الأعلى فاليوم حتى لو راحت الناس كلها إلى الانتخابات ثم التزوير كله ثم الانقلاب على نتائج الانتخابات كلها وإلى آخره فتحصيل حصل أن هذه السلطة لن تستسلم الأسود لن تستسلم للحملان نقطر السطر